اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لان الله سبحانه وتعالى قال في فضل قيام الليل قال تتجافى جنوبهم عن المضاجة يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون ورب العزة تبارك وتعالى في سورة الداريات اثنى على عباده فقال ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم احبتي في الله انتبه الى قول الله عز وجل ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين ما ذاك الاحسان قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اي كانوا قليلا من الليل ما ينامون وبالاسحار هم يستغفرون فكانوا ما بين قيام للليل بقراءة القرآن وصلاة وذكر لله سبحانه وتعالى فلذلك احبتي في الله كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لا يدع احد عشر ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان كما في الحديث الذي رواه الامام البخاري ومسلم في صحيحهم ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع احد عشر ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان تقول ام المؤمنين عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة شديدة البرد وكنت قد ادفأت له الفراش تقول فلما دخل صلى الله عليه وسلم فنظر الي فقال يا عائشة وكأنه يستئذن صلى الله عليه وسلم يا عائشة ذريني أتعبد لربي فقلت يا رسول الله والله إني لأحب قربك ولكني أحب ما تحب تقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم وقف صلى الله عليه وسلم وبدأ يصلي قيام الليل تقول أم المؤمنين فبدأ يرتل القرآن ترتيلا وبدأ يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بلل حكم فلما أتم صلاة قد نظرت إلى قدمين نبي صلى الله عليه وسلم وإذا بقدمين نبي صلى الله عليه وسلم قد تفطرت قد بدأت تتفطر من شدة قيامه صلى الله عليه وسلم تقول فقلت يا رسول الله إن الله سبحانه وتعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فإلى ما هذا القيام وإلى ما طول القيام فنظر إليه صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا إذا كان حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم كذلك فما أبال أن نحن أيها الأحباب قد تهولنا في قيام الليل يقول سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه و أرضاهما يقول سمع أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل يقول فوالله كان أبي بعد سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام من الليل إلا قليلا ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطيلون القيام يطيلون القيام في المساجد وفي خارج المساجد حتى في بيوتهم رضي الله عنهم أرضاهم أحبتي في الله وإن الله سبحانه وتعالى في كل ليلة يطلع على عباده في سلة الأخيرة من الليل فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من استغفر فأخفر له فلابد أن يستغل العبد قيام الليل بطاعة الله سبحانه وتعالى وكسرة الإنابة إليه ورجوع إليه وذكره تبارك وتعالى وأن يحرص كل الحرص على أن لا يدع قيام الليل مهما كانت لا في رمضان ولا في غير رمضان لأن لا يعلم أجر قيام الليل إلا الله سبحانه وتعالى وهذه العبادة على وجه التحديد أحبتي في الله هي من العبادات الخالصة التي ليس فيها رياء فلا يعلم بأنك تقوم الليل إلا الله سبحانه وتعالى فهي خالصة لوجهه تبارك وتعالى والله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فاحرص أخي المؤمن أحطي المؤمنة على أن يكون لك نصيبا من الليل في ركعتين أو في أكثر من ذلك فطوبى لمن كان حريصا على قيام الليل وطوبى لمن جعل من كل ليلة ولو نصف ساعة قبل صلاة الفجر خالصة لله سبحانه وتعالى يركع فيها ركعتين يبتغي بهما وجه الله سبحانه وتعالى تقبل الله منا ومنكم خالص العام وجعل الله وإياكم من الذين يحرصون على قيام رمضان وغير رمضان وصلاة اللهم على سيدنا محمد اشتركوا في القناة